صورة على مواقع التواصل الاجتماعي تحولت إلى قضية كبيرة ونقاش وهجوم على الفنان الكبيرة نادية جنزي إيه هي الصورة وتفاصيل الهجوم عليها وإيه اللي عملته نجمة الجماهير علشان الزعيم عاد الإمام يتكلم عن إصابتها بوسواس قهري خلاها مش واثقة في أي حد من البشر اللي حواليها ده اللي هنعرفه من خلال التقرير التالي معكم أمال عودة أهلا بيكم رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الكام ساعة اللي فاته بيتدوله صورة بتجمع نجمة الجماهير نادية جنزي بالزعيم الفنان عاد الإمام مجرد ما تم نشر الصورة بدأ الحديث يدور عن اللقطة دي كانت في فيلم إيه وإيه قصة الفيلم ده ومن هنا هتكون قصة التقرير اللي معانا إيه هي حكاية الفنان نادية جندي مع الوسواس القهري الفنان عاد الإمام قال إن الصورة اللي مع نادية جندي من خلال مشهد من فيلمه الشهير خمس سباب الممنوع من العرض وده سبب تاني هنتكلم عنه بعدين المهم إن الفنان عاد الإمام قال إن نادية جندي عندها فوبيا ووسواس قهري من قصة الحسد بطريقة غريبة ومعروف عنها ده وشاف إنها عملت أفعال وأمور وصفها بإنها أفعال فتحة ومش مقبولة وهو اكتشف ده لما دخل البلاتو يوم تصوير مشاهد الفيلم الشهير خمسة باب وهو قاعد بيراجع الدور اللي هيعمله اتفاجئ بشخص جهه من وراء وحط حاجات على رقابته من الخلف ولما سأل عاد الإمام إيه هو ده فرد عليه عمل البلاتو وقال له المدام هي اللي طلبت في إشارة منه لناديا الجندي الزعيم بيقول مرة تانية وهو داخل البلاتو اتفاجئ بالعامل بيطلب منه الدخول برجله اليمين فاستغرب الزعيم منه وقال له اشمعنا هي رجل الشمال دي مش بتاعتي برضو ولا هي بتاعت مين اشمعنا لي مين وقال عاد الإمام إن ناديا الجندي كانت مكلفة واحد أثناء تصوير الفيلم ده ماسك مبخرة بيبخر كل اللي شغالين في الستوديو ولما قرب مني لقيته حاطت المبخرة فوق راسي علشان يبخرني فقال ايه في ايه تاني فرد وقال له المدام محرجة علي لازم أبخر كل اللي في الستوديو وكان لازم كل اللي يخش الستوديو يدخل برجله اليمين الزعيم قال رغم كل الأفعال الفتحة اللي عملتها ناديا الجندي في الفيلم ده ومع ذلك لم يتم عرضه فتم منعه من العرض بأمر قضائي وبقرار وزاري لأسباب تتعلق بالمشاهد غير اللائقة وكان السبب الحقيقي المنع عرض الفيلم بعد أسبوع واحد من عرضه في كل دور السينما صدور أوامر من وزير الثقافة وقتها عبد الحميد الردوان بمنع العرض في أي دور سينما وتضمن قرار وزير الثقافة عبد الحميد الردوان أن الفيلم يمنع من العرض لأنه مخل بالأداب العامة وغير اللائق رغم أن منتج الفيلم كان حصل على موافقة الرقابة وهو ما دفع المنتج إلى رفع قضية في المحاكم وتم منع العرض لمدة 8 سنوات إلى أن حكمت المحكمة بإجازة العرض البطولة للفنان ناديا الجندي والفنان الكبير عاد الإمام والفنان الراحل فؤاد المهندس وهو من إخراج نادر جلال بكذا نكون وصلنا إلى نهاية تقريرنا شكرا لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة